البعض هيقول يعني الشباب صغير ازاي تولى مناصب ايه المميز في فكرة ان الشاب او الشابة يكونوا موجودين في اي مؤسسة في الدولة هل ده لي نظرة مختلفة هل هيكون تأثيره مختلف نحتاجين نعرف الموضوع ده الموضوع ده مهم جدا احنا عادنا لفترة كبيرة جدا في مصر وعلى مواقع السوشال ميديا ايه اول ما نشوف وزيرة شابة عندها 27 سنة في اسبانيا ولا في ايطاليا نقول شايفين بيمكنوا الشباب شايفين رئيس اوباما ووصل وهو شاب رئيس وزراء كندا رئيس وزراء بالزبط وصلوا ازاي وهما شباب وصلوا بسبب ان هما بدأوا قابلنا مش بسبب ان هما اشتر مننا او الله حاجة فبالتالي انا شغلت في امريكا حوالي سنة ونص سنة شغلت في امريكا من 12-19 سنة من 16 سنة الشخص بيبدأ يستقل بحياته صحيح بيبدأ يكون اسرة او بينخرج في عدد من العلاقات بيبدأ يشتغل سنة 25 سنة بينزل على انتخابات المجالس الشعبية المحلية اللي هي الكونتي بعد كده ينزل على انتخابات الكونجرس او انتخابات المجلس الشيوخ فبالتالي لما يوصل عنده 35 سنة سناتور معروف او يوصل رئيس جمهورية بيبدأ عمر طبيعي ايه بزراء تم تأهيله بشكل كافي تم تأهيله فبالتالي احنا هنا عملنا ايه في مصر قلنا كان اثر حاجة في الدنيا ان انت جيبي عدد من الشباب تحطيها في منصب لكن انت قلت يتغيري الاساس الفونديشن زي الفونديشن كده بتعمله مثلا الستات في المكياج ده فونديشن الفونديشن الاساس ده بنغيره ازاي قلنا سن الشباب للمجالس الشعبية المحلية اتخفض بقى من 21 لسن 35 سنة وفيه قوتة 25% في الدستور خفضنا سن الترشيح للمجالس النيابية مجلس النواب من 30 سنة قبل صورة يناير ل25 سنة صحيح فبالتالي دخل عدد من الاعضاء في مجلس النواب 19 واحد من سن 25 و30 و18 واحد من 30 ل40 سنة فمعنى كده انه النصوص الدستورية اترجمت على ارض الواقع فدخله طيب لما تأثيرهم ايه بقى انا اقولك تأثيرهم ايه العدد دي لما دخلت تأثيرهم اكتر من حاجة اول حاجة دخل افكار جديدة داخل الجهاز الاداري بيتطلعوا على تكنولوجيا جديدة ودي مش متوفرة للاجال اكبر سنا بحكم يعني انا بكلم الغالبية مش كلهم طبعا فدخل افكار جديدة الحماس داخل الجهاز الاداري القدرة على العمل الميداني السريع متابعة المشكلات في اماكنها زي منت يبقى فيه حد بيلعب رياضة هو اللي اللي بيلعب رياضة غير اللي ما بيلعبش رياضة الجسد بتاعه الدم بيتضفق فيه باستبرار الجهاز الحكومي جددنا اليقته واحنا بنجدد اللياقة بتاعت الجهاز الحكومي في الاول حصل كده حاجة وان الجماعات المتطرفة او المعادية للدولة حاولوا يزودوه انه يقولوا فيه صراع جيلي في مصر ده الشباب بيدي كتفل للاكبر سنة ده الاكبر سنة مش عايزين الشباب عشان يدخلوا في مصر في منظومة جديدة وتحصل مشكلة يحصل مشكلة تطرف جيلي فبدأ يحصل طفرة مختلفة انه الاجيال الاجيال الاصغر سنة خبرتها الاجيال الاصغر سنة بتنقل لها خبراتها في الانفتاح التكنيجي الجديدة فبقى عندك حاجة كده متعشقة عاشق ومعشوق جوه الجهاز الإداري للدولة وجوه المناصب التنفيذية الاحلال ده ما حصلتش بين يوم وليلة طبعا فبالتالي ما هو في مجلس النواب زي ما فيه شباب أنا قلت فيه حوالي مية وطمانتاشر ونساعتاشر يعني نتكلم عن مية واربعين شاب لكن من أصل بقى خمسمية ستة وتسعين فيه ربع ومية فوق أربعين سنة فأنتي بتضخي وبتغيري باستمرار تتوقعي كمان عشرين سنة مصر هتبقى دولة شابة في كل الحاجة والدولة الشابة مش معناها بس شباب معناها أنه كمان الاجيال الأكبر سنة لما بتلاقي الشاب بيشتغل تتواكب مع متطلبات العصر هتبقى عايزة كمان تجدد روح بالتالي الموظفين دلوقتي اللي بتنيروا العاصمة الإدارية الجديدة خمسين سنة وخمس وخمسين سنة بقوا بياخدوا دورات يشتغلوا على كمبيوتر دورات القيادة دورات التخطيط فبدأ يحصل عندك تفرة مختلفة صحيح فبالتالي ده الفلسفة بتاعت تجديد الجهاز الإدارية للدولة نفسها موسيقى